بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية بمشيئة الله في درسنا اليوم سنتناول تطبيقات العدسات والعدسات في العينين أهم الأهداف التي سنتناولها نصف كيف تجمع العين الضوء لكي تكون الصور سنوضح المقصود بكل من قصر النظر وطول النظر وكيف تصحح عدسات النظارات هذه العيوب أيضا توضح المقصود بكل من قصر النظر وطول النظر وكيف تصحيح العيوب أهم المفردات قصر النظر وطول النظر من الخصائص التي تعلمناها حول انكسار الضوء بأن العدسات غالبا كانت تستخدم في ماذا؟ نعم تستخدم في أغلب الأعالات البصرية وتستخدم أيضا في حالات عديدة مجموعة من العدسات والمرايا لكي تكون لنا صور واضحة إذن لدينا العديد من الآلات التي تستخدم العدسات وتستخدم المرايا من أجل ماذا؟ من أجل تكوين صور واضحة للأجسام البعيدة وصور دقيقة للأجسام القريبة إذن خلق الله عز وجل العين البشرية أداة بصرية مملوءة بماذا؟ مملوءة بالسائل وهي على هيئة ماذا؟ العين البصرية حينما نرى تركيب العين هي على هيئة وعاء كروي إذن العين البصرية تكون على هيئة وعاء كروي تكون العدسة في داخل العين هي المسؤولة عن ماذا؟ نعم أحسنت هي المسؤولة عن تجميع الأشعة التي تسمح لنا برؤية الأجسام البعيدة والقريبة بوضوح إذن الله عز وجل خلق العين بشكل كروي تتكون من العديد من الأجزاء أهم جزء سنتناول في درسنا اليوم العدسة التي هي مسؤولة عن تجميع الأشعة ومن خلالها تسمح للعين برؤية الأجسام القريبة ورؤية الأجسام البعيدة الفرق بين معاملين انكسار الهواء والقرنية هو المسؤول عن تجميع الضوء في العين إذن المسؤول عن تجميع الضوء في داخل العين الفرق بين معاملين انكسار الهواء ومعامل انكسار القرنية لدينا بعض العيوب سنتناولها بعد قليل فالعين البشرية السليمة حينما نتأمل هذه الصورة هذه صورة لعين بشرية سليمة الصورة تتكون عليها أين؟ نعم أحسنت تتكون فيها الصورة على الشبكية إذن في العين السليمة الصورة تتكون على الشبكية لكن عيون بعض الناس لا ترى الصورة بشكل واضح لماذا؟ لماذا لا ترى بعض الصور بشكل واضح؟ نعم أحسنت لأن الصور قد تكونت إما أمام الشبكية أو خلف الشبكية إذن في هذه الحالة نحتاج إلى ماذا؟ نعم أحسنت إذن نحتاج إلى عدسات لكي تصبح مصححة لوضع الصور وهي على هيئة نظارات أو عدسات لاصقة لكي تضبط لموقع الصورة على الشبكية إذن عزيزي الطالب في العين السليمة دائما تتكون الصورة على الشبكية تتكون الصورة دائما على الشبكية لكن أحيانا بعض الناس تتعرض لبعض المشاكل فبالتالي الصورة قد تتكون إما خلف أو أمام الشبكية وهذه من ضمن عيوب الإبصار في هذه الحالة سنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عدسات لاصقة أو نظارات لكي تضبط الصور لتقع على موقع الشبكية من أهم عيوب النظر لدينا قصر النظر لدينا قصر النظر حينما نتأمن قصر النظر الصورة أين تتكون؟ لاحظ الصورة الآن أين تكون؟ نعم أحسنت تتكون الصورة أمام الشبكية إذن تتكون الصورة أمام الشبكية لماذا؟ لماذا تكونت الصورة أمام الشبكية؟ نعم أحسنت لأن البعد البؤري للعين المصابة بقصر النظر دائما أقل من البعد البؤري للعين السليمة إذن لأن البعد البؤري للعين المصابة بقصر النظر يكون أقل من البعد البؤري للعين السليمة فتتكون الصورة أمام الشبكية كيف نستطيع علاج قصر النظر؟ نستخدم عدسات ما نوعها؟ نعم أحسنت عزيز الطالب إذن نستخدم عدسات مقعرة إذن نستخدم عدسات مقعرة لماذا؟ لماذا استخدمنا عدسات مقعرة؟ نعم أحسنت لأن العدسة المقعرة التي أطلقنا عليها اسم عدسة مفرقة تعمل على تفريق الأشعة فبالتالي تكون الصورة على الشبكية فبالتالي تتكون الصورة على الشبكية إذن أول عيب من عيوب النظر لدينا عيب قصر النظر ما سبب قصر النظر؟ البعد البؤري للعين المصابة دائما أقل من البعد البؤري للعين السليمة إذن البعد البؤري للعين المصابة أقل من البعد البؤري للعين السليمة أين تتكون الصورة في قصر النظر؟ نعم أحسنت تتكون أمام الشبكية تتكون أمام الشبكية لعلاج قصر النظر نستخدم ماذا؟ نستخدم عدسات مقعرة لماذا نستخدم العدسة المقعرة؟ لكي تعمل على تفريق الأشعة وتتكون الصورة على الشبكية العيب الثاني من عيوب الإبصار أو عيوب النظر حينما تتكون الصورة خلف الشبكية الآن الصورة لم تتكون على الشبكية ولكنها تكونت خلف الشبكية لماذا تكونت الصورة خلف الشبكية؟ لأن البعد البؤري للعين المصابة أكبر من البعد البؤري للعين السليمة إذن البعد البؤري للعين المصابة يكون أكبر من البعد البؤري للعين السليمة فتتكون الصورة خلف الشبكية كيف نستطيع علاج طول النظر؟ باستخدام ماذا؟ نعم أحسنت إذن باستخدام عدسات محدبة باستخدام عدسات محدبة لماذا اخترنا العدسة المحدبة لعلاج طول النظر؟ نعم أحسنت عزيزي الطالب لأنها تعمل على تجميع الأشعة فتكون الصورة على الشبكية إذن تكون الصورة على الشبكية إذن في طول النظر دائما البعد البؤري للعين المصابة أكبر من البعد البؤري للعين السليمة تتكون الصورة أين خلف الشبكية نستخدم عدسات محدبة لماذا؟ لكي تتجمع الصورة لتجميع الأشعة وتتجمع الصورة على الشبكية تماما حينما نأخذ تطبيقات على العدسات دائما لدينا آلات كثيرة تستخدم العدسات في عملها من أهم هذه التطبيقات المنظار الفلكي أو التليسكوب المنظار الفلكي يستخدم في ماذا؟ نعم أحسنت إذن يستخدم المنظار الفلكي لتقريب الأجسام البعيدة إذن يقرب الأجسام البعيدة بالإضافة إلى أنه يكبر صورها مثل النجوم من أهم العيوب في المنظار الفلكي لكي نتخلص من الزوغان اللوني نستخدم ماذا؟ نستخدم عدسات عينية محدبة للونية إذن نستخدم عدسات عينية ومحدبة لماذا؟ لكي نتخلص من الزوغان اللوني إذن لكي نتخلص من الزوغان اللوني التطبيق الثاني من تطبيقات العدسات المنظار المنظار يستخدم لماذا؟ نعم أحسنت إذا يستخدم لرؤية الأجسام البعيدة نلاحظ المنظار الآن يتكون من مقرابين أو تليسكوبين متجاورين المنظار يتكون من عدستين محدبتين في كل تليسكوب عدسة محدبة إذن المنظار يستخدم لرؤية الأجسام البعيدة ويتكون من تليسكوبين أو هي عبارة عن المقرابينك في كل منهما يتكون من عدستين محدبتين أيضا من تطبيقات العدسات لدينا آلات التصوير فهي آلة عاكسة تتكون من عدسة مفردة إذن تكون للجسم صورة مقلوبة إذن هي عبارة عن آلة عاكسة تتكون من عدسة مفردة تكون للجسم صورة مقلوبة الصورة تكون على المرآة العاكسة أيضا لدينا الميكروسكوب الميكروسكوب يستخدم لماذا؟ يستخدم لرؤية الأجسام الصغيرة جدا إذن الميكروسكوب يستخدم لرؤية الأجسام التي لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة مثل البكتيريا يتكون من ماذا؟ أهم شيء يتكون من الميكروسكوب يتكون من عدستين محدبتين إذن يتكون من عدستين محدبتين إحداهما شيئية والأخرى عينية إذن يتكون من عدستين محدبتين إحداهما عينية والأخرى شيئية إذن عزيزي الطالب فسر لماذا تعد القرنية عنصر التجميع الرئيس للأشعة في العين لماذا القرنية هي المصدر أو العنصر الرئيسي لتجميع الأشعة في العين نعم أحسنت لأن الفرق بين معامل انكسار الهواء والقرنية أكبر من أي فرق تواجهها أشعة الضوء حينما تنتقل نحو الشبكية إذن لأن الفرق بين معامل انكسار القرنية والهواء أكبر من أي فرق تواجهها أشعة الضوء حينما تنتقل نحو الشبكية أي العدسات المحدبة أم المقعرة ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بقصر النظر وأيها ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بطول النظر إذن الشخص المصاب بقصر النظر يستخدم عدسات ما نوعها نعم أحسنت عزيز الطالب إذن الشخص المصاب بقصر النظر يستخدم عدسات مقعرة أما الشخص المصاب بطول النظر فيستخدم عدسات محدبة أي التالي من صفات العدسة المقعرة إذن أي التالي من صفات العدسة المقعرة تفرق الضوء تكون صورا خيالية تعالج قصر النظر تجمع الضوء تكون صورا حقيقية تعالج طول النظر تفرق الضوء تكون صور حقيقية تعالج طول النظر تجمع الضوء تكون صور خيالية أو تعالج قصر النظر بما أنها عدسة مقعرة إذن العدسة المقعرة متفقين بأنها تفرق الأشعة إذن لدي إما الخيار A أو الخيار C تفرق الضوء تكون صور خيالية إذن العدسة المقعرة صورة التي تكونها صورة خيالية إذن وتعالج قصر النظر إذن أن يتالي من صفات العدسة المقعرة تفرق الضوء تكون صور خيالية وتعالج قصر النظر يحتاج الشخص الذي لا يستطيع رؤية الأشياء البعيدة بوضوح إذن لا يستطيع أن يرى الأشياء البعيدة إلى ماذا؟ مرآة محدبة أو مرآة مقعرة عدسة محدبة أو عدسة مقعرة بالطبع نستخدم العدسات إذن لا يرى الأشياء البعيدة إذن عدسة مقعرة يحتاج إلى عدسة مقعرة بما أنه مصاب بقصر النظر لتصحيح عيب طول النظر إذا لتصحيح عيب طول النظر نستخدم عدسة محدبة أو عدسة مقعرة أو مرآة مستوية أو مرآة محدبة نعم أحسنت عزيز الطالب إذا لتصحيح طول النظر نستخدم العدسة المحدبة صور الأشياء التي يراها الشخص بطول النظر المصاب الشخص المصاب بطول النظر دائما يرى الصور تتكون أين أمام الشبكية أو خلف الشبكية أو فوق الشبكية أو تحت الشبكية إذا صور الأشياء التي يراها الشخص المصاب بطول النظر أيضا أحسنت عزيز الطالب تتكون خلف الشبكية إذن الصور دائما في الشخص المصاب بطول النظر تتكون خلف الشبكية إذن أهم ما تعلمنا في درسنا لهذا اليوم تطرقنا إلى عيوب النظر ذكرنا بأن عيوب النظر لدينا قصر النظر وطول النظر في قصر النظر عالجناه باستخدام عدسات مقعرة أما في طول النظر استطعنا علاجه باستخدام عدسات محدبة أيضا تناولنا تطبيقات العدسات كانت لدينا المنظار الفلكي والمنظار وآلات التصوير والميكروسكوب وبهكذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم إذن وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق والنجاح ودمتم بخير